طاقتك رح تكون نارية حتى يعني انسى انه انت برج ناري طاقتك رح تكون نارية البرج غير عن الطاقة طبعا اه رح تكون نوعا ما عصبي يمكن احزر من هاي الشغلاء يعني حبيبي هاي الفترة بدنا ننسى كل الابراج بدنا ننسى العصبية هاي الفترة عم بشوفك كتير عم بتكتم في في حالك عم تكتم امور كتير حصلت على اسرار كتير عم بتخبر تبعك او ماسك حالك بالزور بدك تنفجر باي لحظة ممكن تكون فشايفيتك يعني عم بتحاول تسيطر على الامور وعم بتحاول تسيطر على نفسك عشان ما تعصب عشان ما تطلع اللي بقلبك لانو ازا طلعت اللي بقلبك كل اللي حواليك رح يزعلوا خلينا نشوف اول شي بصفة عامة بعدين بنشوف عاطفيا خلينا خلينا نقلب الآية بالابراج الماضية كنا نقرأ هذا عام وهاي عاطفية خلينا نقلب نشوف هذا عام وهديك عاطفية الأوراق. ان شاء الله يكون شهر خير على الاسد وعالجميع. شايفي طاقتك كتير حلوة هاي الفترة. شايفك عم بتكون كرياتيف كتير آآ آآ هو اساسا الاسد مبدع فعم تطلع هاي الطاقة. عم بتطلع شغلات جواتك كنت آآ مخبيها ويمكن مواهب عم تهتم هلأ بموهبة معينة او شغلة عندك نقطة آآ قوة كنت بتطنشها او ما كنت تستغلها. لون الاصفر طاغي. يعني فيه طاقة فيه زي ما قلتلك يعني حتكون حتكون ناري. الله يستر ما تعصب يا برج الاسد لانو هاي الفترة راح يتكون شوي نوعا ما بتحتاش لآآ جلد لصبر فخلينا نشوف لكن الاوراق بشكل عام انا شايفيتها يعني رايحة للآآ احسن. خلينا ناخد كل كرتين فوق بعد. آآ عندك هون عم بشوف نهاية آآ ممكن تكون نهاية عمل بداية عمل جديد نهاية مشروع بداية مشروع انجح آآ شايفي فيه عندك كمان اللي هو آآ انغدرت من ناس كتير لسه رح تنغدر من شخص واحد ولكن مش عاطفيا لانو هاي القراءة مش عاطفية هذا هذا بشكل عام آآ رح تنغدر من شخص اما على صعيد اجتماعي على صعيد عمل آآ ولكن هذا السيف نفسه اللي هو انتصر عليك فيه او كنت موهوم موهوم انه هو انتصر عليك فيه نفس السيف نفس السلاح رح تستعمله آآ ضده. عم بشوفك انه حكيم كتير في هاي الفترة. هاد الكرت طلع مقلوب. آآ عم بتحاول يمكن توازن. توازن بين موضوعين. توازن بين آآ شغلتين. ولكن آآ عم بتحس انه انت ما عم بتحق التوازن لذلك او في عندك فرسطين عم بتلتقط وحدة وتترك واحدة. ممكن يكونوا فرسطين عمل او الانتقال من عمل لعمل فعم تختار آآ واحد منهم. عم بشوفك هون. ماشي وكأنك اليك كسلان فترة آآ ما عندك جلادة ما عندك آآ يعني في شوية كسل كنت تمر فيها. شايفيتك بالفترة الجاي بتعوض هادة كل ياته. رح تركض ركض يعني آآ رح تحاول انه آآ يعني تعوض الوقت اللي انت كنت قاعد في او انت كنت يمكن قاعد آآ كنت من يعني بدون عمل وصار في عمل فعم تركض ركض في هذا الموضوع. بشوفك كتير مستعجل على الفلوس كتير بدك آآ او بحاجة ماسة آآ آآ لمبلغ كبير مش مبلغ صغير فعم بت عم تحصل عليه ولكن آآ آآ بجهد يعني بتعب او بعد محاولات. هون بشوف آآ قلتلك عم بتطلع موهبة من عندك او في سكل معينة انت عم بتطورها في حالك لحتى انك تحصل اما على عمل اما على شي معين. لكن هون بشوفك كتير حلو يعني هاي الفترة عم بتكون كتير آآ يعني كريزمتك عندك حضور كتير هاي الفترة. شايفة انك ماسك يعني هون منتصر. هون في انفينيتي ما لا نهاية يعني منتصر بشكل كبير ويعني حتظلك فترة طويلة منتصر. ولكن زي ما قلنا بعد جهد بعد تعب فبدك تستنى شوي. آآ تستنى عن نتيجة طبعا مش تستنى عن الجهد. الجهد لأ بلش فيه من هلأ. ازا ما كنت يعني نبلش فيه. آآ شايفة حتى عم تعمل توازن في موضوع الروحانيات عم فيه موضوع بتتمنىه جدا كتير كتير يعني بتفكر فيه طول الوقت. عم بتحس حالك آآ كتير مجروحة كتير ندمان. لا مش ندمان. كتير آآ فيه موضوع ما عم تنام وانت تفكر فيه. ممكن يكون عمل او سفر او آآ 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 فيه كمان شخص بهذا الكرت بيبين. شايفتك رح تكون متفائل اكتر وكأنك جربت التشاؤم او الطاقة السلبية وما نفعت فشايفتك عم بتحاول تغير تفكيرك عم بتحاول تعمل كنترول آآ فهون عم بشوفك بتتحارب اول شي بعدين بتحصل على الاشياء الحلوة. فشايفتك يا برج الاسد عم بتتعب عشان توصل للمواضيع. المواضيع عم بتتأخر قدامك. آآ ولكن في هاي الفترة نهايتها خلينا نقول عم تحصل على اللي بدك هيه. هون شايفتك كمان شخص يعني بتخبي الطيب اللي بقلبك آآ بتخبي كل شي بقلبك آآ بتخبي شخصيتك الحقيقية اللي هي الطيبة والبراءة. بتحاول تصدر للناس هاي الفترة انه انت كتير قوي انه انت كتير يعني ماسك اعصابك كتير آآ بس. يعني هذا الاشي كويس. نيح. عشان ما يستغلون الاطراف التانين. آآ بهذا الكرت بشوف في آآ يعني اللي هو نهاية موضوع. يعني عم بيكرروا الاوراق آآ نفسهم نهاية موضوع. آآ أو انه في عندك كان آآ فرص كتيرة. هذا بشوفه عاطفي اكتر. آآ كان في عندك فرص كتيرة انت ضيعتها كرمال آآ شخص وهذا الشخص رح تربحه. يعني انت زارك او آآ خلينا نقول الصبر تبعك رح يسجيب نتيجة والانسان اللي انت بتستنى رح ييجي. ان كان آآ ان كنت اعزب او منفصل او كزا. في شخص في بالك رح ييجي نفس هذا الشخص. خلينا نشوف عاطفيا شوي. انسينا نقول الطاقات. الطاقات كانت آآ على ما اذكر ترابية مائية نارية. ترابي مائية. اشتركوا في القناة شايفيتك عم بتكون شاعر هاي الفترة يا اسد عم بتكون مشاعرك كتير جياش لدرجة انك ممكن تكتب شعر او انت اساسا شاعر او عم تكتب شي للحبيب حتى لو ما كان بورق ممكن على الانترنت او شي عم بتوصل رسالة معينة للشريك وحبايو دائما بنقول ان القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية هون بيقولك انا عم بشوفه بيقولك انه البداية هلأ اذا انت كنت ناوي انك تبادر بموضوع على سبيل العاطفة تبلش موضوع فبلش فيه هلأ ما تتأخر لانه اذا اخرت شوي رح يروح عليك هذا الموضوع شايفه انه في كان شوف يا انثى يا ذكر يعني ما في مشكلة كبير بالسن ممكن يكون واقف بطريق ساعاتك او بينك وبين الشريك شايفه هذا الشخص موجود لفترة معينة وبعدين انت رح يعني خلص تكشف الامور وتبطل اه تبطل اه اللي هو تسمع او كزا رح يكون قرارك من جاسك انت وهذا في مصلحة العراق العلاقة رح يصب لانه واحدة من العوائق عم بتروح عم تنتهي شايفيتك في الماضي ما كنت اه تاخد او اه تدير بالك على العلاقة العاطفية كنت مهملها جدا كان الطرف الاخر يمكن يعطي كتير كتير وانت على العكس تماما مثل هو انه يكون زي النار وانت بارد على الاخر او العكس طبعا لانه القراءة ممكن تكون عكسية ولكن بعدين بشوف اه في في وقت لاحق في هاي الفترة طبعا اللي فتحنا عليها اه في نهاية هاي الفترة لا بشوف في اللي هو ظهور اه متل قناع كان كل واحد لابسه اه عن الثاني عشان يكون غامض عشان كتمسيل يمكن انتو عم بتمثلوا على بعض انه مبسوطين وكزا اه عم بشوف كشف اقنعة ان كان انت او هو الاثنين رح تتصارحوا بالامور اللي فعلا اه يعني بتخدم العلاقة وبتوديها لمرحلة اه جدية. هن بشوفك من بعد مشكلة معينة في مشكلة او في مش عقق في مشكلة معينة او موقف اه رح تتعرض له لدرجة انه عائلتك ممكن تتأثر في هذا الموضوع ولكن على يعني من اقصى اقصى المشاكل والنكد وكزا فجأة رح تقلب الامور لصالحك. رح تكون انت في القمة رح تنتصر على هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع يعني رح تكتشف بعدين انه كان في صالحك. كان في صالحك علمك اكتر خلاك اكتر حكمة اه عرفك كيف تكون اه ناجح في النهاية. هون بما انه على العاطفة بشوف انه في عواصف كتير مرت ورح تمر على العاطفة. ولكن شايف فيه بالاخر رواء في اه في انتصار على هذا الموضوع. اه من بعد ما كان فيه غيوم بطل فيه. هون فيه شوفوا كيف الجو والكزا والمشاكل والعوائق وشغلات كبيرة عفوا. هون عم بتختفي هاي الامور بتظهر الشمس. فشل فيتك في القمة يعني. اه بالنسبة قلتلك رح تصير شاعري اكتر رح تصير اه 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 او الطرف الثاني. كمان رح تشعر بالالتزام. بدك تحول هاي رح يصير فيه تحويل اه للعلاقة رح تطور للمرحلة اللي بعتها. فكمان انا بشوف هاي الورقة ممكن تكون وراء الزواج. هون عم بشوف نفس الشيء. محكمة وآآ عدل في جستس بالموضوع. اه رح تتحقق في عدالة بالموضوع رح تتحقق اه بعدي ها رح يكون اللي هو الارتباط. انا بشوفه ارتباط. يمكن غيري يشوفه اشي تاني. طب خلينا نشوف ازا في نصيحة انا مثلا برج الاسد. اه بيقول لك كون ممتن ممتن. اه تطلق طاقة الامتنان اه للكون. وهذا طبعا بيزيد من الطاقة الايجابية تبعتك. اه كون شاكر اكتر. احمد ربنا اكتر. وكأنه بيقول لك كون روحاني اكتر. اه على فكرة اللي بيشكر كتير. حتى اللي بيشكر الناس اه بيجيله طاقة ايجابية. بتتحول لطاقة ايجابية بتجيله. بتزيد عنده الطاقة الايجابية. اه فما بالك لما تشكر ربنا. يعني اه بيقول لك حتى على الشغلات الصغيرة حتى لو على الصحة يعني على اي شي عندك اياه او بتملكه اه كون ممتن لاله لانه هاي الطاقة جدا مفيدة لالك. خلينا نجوف كرت تاني. اه بيقول لك مش كل مرة انت يعني مش تمثل مش كل مرة انت تخفي هذا الجانب البريء اللطيف منك وتحط ماسك انك اه او كتير ومش عارف ايش وهذا. بيقول لك اطلع شوي يعني من هذا الموضوع. اه خليك اه شوي بريء طبعا مع الناس اللي بتستاهل مش مع اي ناس. اه لكن بيقول لك انه ما تروح لل اه اكستريم في المواضيع. ما تروح لأقصى ما بعرف شو بسموها بس. ما تروح لال اكستريم في موضوع من المواضيع. خليك وسط يعني. ما لهك لهك. فاعمل توازن شوي في شخصيتك اه ما تحاول انك اه تضغط على حالك وتظهر القوة والصلابة. وانت من جوة كتير تعبان. بيقول لك عبر. طيب خلينا نشوف اه اركل تانية. والتقن من هون. موسيقى بيقول لك هون انه دعواتك رح تنقبل في الاخر. ادعي ربنا كتير اعمل هيلنج لحالك وكأنه عندك طاقات سلبية ممكن تكون لأنه بيدعيك للاستشفاء بيدعيك للتقرب اكتر يمكن من ربنا من يعني تعميق الروحانيات اللي فيك ما تكون اللي هو تهتم بس بالامور العمل الماد كذا لأ روح للمشاعر روح للروحانيات خلي فيه اتصال بينك وبين القوة الكاملة اللي داخلك لانه رح توصل لاشياء كتير حلوة ازا عملت هذا طلعوا معنا كارتين خلينا نقراهم اثنين بيقول لك انه الملائك رح تكون حواليك لحتى تقودك للاشي اللي انت بدك اياه اه ولكن بيقول لك اه انه كمان بيقول لك انه قون عندك الثقة اه ب بناس اللي حواليك وكأنه انت فقدت الثقة في كل الناس او قطعت علاقتك في ناس كتير بيقول لك كون شوي متوازن و اه محافظ على بعض العلاقات يعني مش الواحد دي قطع حاله من كل اه الناس اه بيقول لك هون انك اه يعني عم تتعرض لتحديات عم تتعرض لامور على او غدر من اصحاب من العائلة الفاميلي من اله حتى منك انت انت عم تغلط احيانا في حق الاخرين او في حق نفسك انت لأ في حق نفسك انت مش ناحية الاخرين بيقول لك انه اه اغفر يعني اطلق اه طاقة الغفران ما ما يكون عندك في حقد او غضب لانه اذا كان عندك هدول المشاعر فهم يضروك انت اه ما بيضروا الناس التانين فا دايما بقول يعني حتى للمظلوم ما تقول حتى للمظلوم لا تقول لانه او تدعي على الطرف التاني او كزا يعني خلص الله يسامحه او حتى لو ما كانت طالع من قلبك او انه يعني حسبي الله هو نعم الوكيل يعني حل وسط فحباي بي برج الاسد بشوفكم بالقراءة الجاي وباي ترجمة نانسي قنقر